اسمه الاحلاح. الاحلاح ده او كلشيسين. طبعا اه النباتات دي اصلا مفروض انها نباتات موجودة كده في الحدائق. الناس ما 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 بتستعملهاش. في بعض الناس بقوله هو البلاب وفي بعض الناس بجيه الصورة دي. الاحلاح او كلشيسين ده بيطلعوا منه مادة اسمها كلشيسين. وده بيدوه للناس اللي عندها اه حمى البحر المتواصل. عنده مغز باستمرار هو ما بيدورش غير قرص كلشيسين سوما وليه. ساعة بيحط كلشيسين ده على ايه? على الفورات يوريفين واه يورسولفين واه كل ده فيه كلشيسين. فهي مادة مسكنة وفي نفس الوقت مادة بتساعد الجسم على التخلص من القلب. خلي بالك معي. صلى عندي. احنا ناس متطورة جدا. وناس بنحب العلم جدا. انا انا براجع اه تاريخ اه جايزة اه نوبل وعلى مدى مثلا مية وعشرين سنة واكتر. لقيت ان فيه علماء افنوا عمرهم علشان يطلعوا لنا حاجة جميلة. فانا بدل ما اخد عشر ورقات الاحلاح واعمل كزا. طيب انا اقولك على حاجة الاسبرين. انت عندك الاسبرين ده جاي منين? ها? ورق الصفصاف. مش كده? ورق الصفصاف بنطلع منه مادة اسمها ايه? الاسبرين. طيب. ورق الصفصاف عشان تجيب عشر ورقات وتغليهم زي ورق الجوافة وتجيب عشر ورقات نغليهم ونشربهم عشان خطر ايه? الكحة. ورق الصفصاف ده لما تعملوا الاسبرين ده مسكن للقلم وخفض للحرارة. طيب. ايهم افضل? ان انا اجيب ورق الصفصاف اجيب ورق صفصاف وانا مش عارف كمية اديه وكزا وكزا ولا بجيب ارسة اسبرين. فهو تتوفر اليك النبات الاصلي فالنبات الاصلي افضل بشرط انك تعرف الجرعة. لانك لو معرفتش الجرعة هتنوت نفسك. ده الموضوع الحلقة النهاردة اسمها ايه? مشروبات الموت. انا ممكن اخد ورقتين جوافة ليهم. لكن خط عشر جاء ورقات هتعمل الانسداد في الامعاء. عشان كده انا بقول لك. انا قلت لك حبة البركة. حبة البركة لتقخز بالبركة. انت كبيرك نص معلقة صغير. دي اللي بيحطها على العيش بنحطها الفين وساعات بتجيب بعيش عليه حبة بركة. انما احط معلقة ومعلقتين عشان المناعة واللقائكة بجي لك سيولة ونزيف وشغلانة. فلانا عايز اقول لك انه احنا بناخد ابحاث العلماء اللي طلعوا منها مشروبات ونباتات بشرط ناخدها صح. لو خدتها غلط ما تقولش يفلان قلي. كده ما يردش ربنا. قبل ما تاخد اي حاجة في الدنيا. انا بقول الينسون. انا بحط معلقة ينسون وعليها كبات ماء صفر. بس. تغلي الينسون وابقى لونه مسود. الينسون ده لونه اصفر جميل وريحته حلوة. ودلوقتي عملوه شهاد. عندنا اكتر من تلاتة وعشرين. تلاتة وعشرين مشروب في الصيدلية. في الاجزخانة. تلاتة وعشرين مشروب. بتحطهم الفتلة وتحط على ما يسقط. كركة دي ونعناع وفنل وشمر وحلبة. وينسون. كل الحاجات دي كلها بقت في ايه? في فتلة. بحطها كده علشان ما يسقط. انما انا اقول له واحدة ديني شوية ينسون. يحط ينسون ويغلد اتنين ويعيب لي حاجة طين كده. ايه ده? او اقول له ديني حلبة. الحلبة دي بحط معلقة حلبة وعليك كباية ما يسقط. لو انت بقى حطيت معلقة هي وعد تغلي تغلي وجبتلي شوية طين. ده مش حلبة. ايه اللي انت بتعمله ده? يبقى اللي انا عايز اقول لك انا بس عايزة عايزك بدل ما تعمل الحاجة تقول لي غلط طعمها وحش. يقول له واحد اعمل سلطة. خص وجزر وجرجير واسطة عماها وحش. ليه عامت عماها وحش. تحط عليها شوية رمان. حط عليها طفحية قطعها. حط عليها شوية آآ آآ زيت نقطتين زيت آآ نقطتين خل نقطين لمون. سلطة تشربها ككلها. حاجة ممتعة. لو لقيت حد بيعمل لك سلطة عماها وحش. يبقى الشخص اللي بيعمل السلطة ده نفسيته وحشة. نفسيته مريضة. فيعمل سلطة عماها وحش. زي اللي بيعمل خضار نايف نايف. نايف نايف دول مش مسبك. بيحط البصل على الطماطم على الخضار على كزا ويسمي الله ولما يطلع بيحط عليه معلقة سمنة او معلقة زبدة. ده انسان عظيم. انما التاني يقعد يسبك ويطين ويجيب لك اكلة سودة. تاكل من هنا تموت من هنا. ده ما بقيتش اكل تموت. طيب عندنا ايه كمان غير اللحلاحة وكلش سينة عندنا اشر اللمون. اشر اللمون ده طلعنا منه حاجة جميلة جدا الايه الفولاتايل. وانا يمكن اديت بقشر اللمون ده مشروب مشروبات مش مشروب. اي مشروب سخنة تحط عليه اللمونة بقشرها انت بتاخد ما تعصرش اللمونة. لو سمحت ما تعصري اللمونة. عصرت اللمونة تعمل حموضة وتعمل مشكلة. لو سمحت ما تعصرش اللمونة. اصلا واحد يقول لك تحط اللمونة ده اه حمودة وانا قلت لك اعصرها لو سمحت ما تعصرش اللمونة ايه رأيك? يبقى انا بحط شريحة بس وعليه شوقات ما يسخت. يبقى انت اخدت من الشريحة دي ايه? او زيوت المتطايرة الموجودة في القشرة اللمونة. دي مضادة للفيروسات. موسعة للأوعية. بتطلع للميكروبات اللي ما يوصل لهاش اي حاجة. واتحط. عشان كده بنقول ان قشرة اللمونة دي ملهاش حل. مضاد فيروسات قوي جدا. طيب. وايه كمان? عندنا مسلا النشا. النشا ده بنطلعه من الضرة مسلا او في نباتات كتير بنطلع منها نشا. حل? طيب. النشا دوا بنطلع منه مواد كتير. اولا ممكن نعمل منه اكتر. لكن ممكن نطلع منه دوا. اه. بنطلع منه الدكستران والدكسترينز والحاجات اللي هي آآ السكريات اللي بنعمل منها محلول وبنعلقه للناس وساعدي بقى جلوكوس ساعدي بقى السكريات. واضح? يعني مهم جدا انك تبقى عارف حتى النشاوات اللي انت شايفها بنطلع منها ادوية. طيب تعالى مسلا قول لي آآ في نبات اسمه البايلوكربين او آآ اللي هو النبات اللي بيطلع الشعر. النبات اللي بيطلع الشعر دوا في مادة بمصيرة للشعر. وفي نفس الوقت بتبقى مصيرة ساعات للعرق. للناس اللي ما بتعرقش. ساعات بيعملوه آآ في في حاجات الشعر زي الجروس هير وزي الهير باك وزي حاجات كتيرها وتتراش تطلع الشعر. نعم? نعم? ايه? آآ منكسوديل. منكسوديل. فالمينكسوديل ساعات بيسموه كأراس وساعات بيدوه كايه? كسبري. طيب في آآ نبات اسمه نبات الافدرة. النبات الافدرة ده. اخوات بقى الافدرة آآ بيطلع منها افدرين مخدر. زي نبات الخشخاش. اللي هو قلنا عليه اللي بيطلعوا منه الافيوء الحشيش مسلا. آآ الافدرين ده برضو مادة مخدرة. طيب. آآ برضو الفنول في السلين. مسلا. نبات بيطلعوا منه ده وده لو مفعول مساهل. واساعات يبقى مطاهر. طيب. في عندنا مادة جميلة اسمها الصايوفلين. الصايوفلين ده موجود في القهوة. والنسكة فيه. بس يكون خفيفة وتحط عليها ايش الامونة ما تعصرهاش. ده هم بيدي مادة موسعة للشعب. موسعة للشعب. طيب ممكن اخدها حوان وبراشيم. آآ فيه تفلين لجوز وفيه مين وفلين. وفيه تفن حوان. خلاص? يبقى دي كلها آآ موسعة للشعب ومدرة للبول. ومنبهة. وحاجات كتير اوي موجودة في الصايوفلين ده. فيه مادة اسمها الارجوت. طبعا لقدامك ده امح مش الارجوت. الارجوت ده النوع من النباتات. والارجوت دوا بيتاخذوا منه مادة يعني آآ مسكنة ساعات. تعالوا نشوف مادة زي الكولوروكوين. الكولوروكوين دي برضو مادة بياخدوها من بعض النباتات. وهي آآ بتطلع برضو علاج للمالاريا. وده آآ اكتوش في سنة التلاتة واربعين. في مادة اسمها الخلالجين مسلا. مادة الخلالجين دي مكتشفة من نباتة اسمه الخلة. كان مشهور في العرب تلات حاجات بينظفوا الكلة. حاجة اسمها بزر خلة او خلة. وحاجة اسمها آآ دمسيسة. وحاجة اسمها حلفة برد. دول مع منهم عشاب اسمها عشاب الكلة في الصيدلية. ودول آآ آآ يعني في ناس بتستعمل الخلة دي آآ تسلك سنانها. يعني الخلة دي بتبقى حاجات رفاعة جدا ولما تنشف تبقى كزا. خلاص? طلعوا منها مادة اسمها الخلالجين عمال منها الحقن. الحقن دي موسع للأوعية. موسع للشعب الهوائية. كل ده مادة الخلالجين. بس انت طبعا لو خدتها من النبات نفسه كده وكالت وعملت احتمال توصل للمادة السامة. عشان كده بنقول انه من رحمة ربنا ان عندنا ابحاث وازا كانت هناك نباتات سامة. يعني مسلا نبات اسمه الديجيتاليس. نبات الديجيتاليس ده. نبات بس نبات سامة. لو كانت منه ورقتين تلاتة تموت. طلعوا منه اه 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 يعني مادة اسمها الديجيتالي او الانوكسين. المقاول عضرة القلب. بناخد منها ايه? اه ربع ملي جرام. يعني او بوينت اتنين خمسة. يعني او بوينت تو فايل. اللي هو ايه? خمسة وعشرين من الملي من الجرام. عارف انت لو خدت الشريط الشريط ده فيه عشرة. يعني فيه كام? اضرب فيه عشرة. يطلع كام? حوالي مثلا اتنين ملي جرام ونصف. اتنين ملي يموتوك. اتنين ملي تموت.